رشفة وعي تجمع شبابي يضم العديد من المبادرات الشبابية التي تسعى إلى خلق وعي في المجتمع والانتقال بالشباب من حالة الخمول إلى الإبداع والتميز والقراءة وخلق بيئة ثقافية في أوساطهم وأول أعمال تقوم به رشفة وعي أمسيات رمضانية نقاشية تشمل العديد من المجالة الثقافية والاجتماعية نسعى في هذه الفعالية رشفة وعي الشبابية التي تنظمها أو ترعاها وزارة الشباب والرياضة إلى لملمة جهود المبادرة الشبابية المتواجدة في محافظة مأرب وحقيقة الأمر أننا بحاجة إلى الحديث أو التعمق في كثير من المجالات التي تكون مساندة للرؤية العامة للدولة وهذا كان من ضمن الأهداف الرئيسية لإقامة هذا البرنامج برنامج رشفة وعي الشبابية وتستمر هذه الأمسيات الأدبية والثقافية بحسب القائمين عليها خلال ليالي رمضان المبارك لتناقش العديد من القضايا الشبابية والوطنية لربط الشباب بواقعهم وضرورة أن يكون لهم دور في صناعة وعي مجتمعي فاعل مشروع رشفة وعي خلال شهر رمضان المبارك وهو عبارة عن ثمان حلقات كل حلقة يتم فيها مناقشة كتاب مع دكتور ومجموعة من الطلبة أو مجموعة من الناشطين الشباب المتميزين وتطرح على هذه الكتب بعض الملاحظات ثم ترفع للجانب الرسمي الذي من خلاله إن شاء الله تكون عبارة عن توصيات للجانب الرسمي تمشي عليها الشرعية أو الحكومة خلال الفترة القادمة وهذه البرنامج يستمر خلال شهر رمضان المبارك وتقام هذه الأمسيات بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومكتب الرياضة بالمحافظة لصناعة تحول شبابي وحتى يكون الشباب مرتبطا بهويته الوطنية مشاركا في صناعة الرؤية العامة للدولة خليل المليكي سهيل مأرب